بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما تعرفنا على الفايدة والجملة في اول فيديو ثم تعرفنا على ازاي نعد الايام وازاي نتلاعب بالمعادلة بتاعت الفايدة والجملة ونقدر نتعامل معها جبريا وبعدين تعرفنا على الفرق بين الفايدة التجارية والصحيحة والنسبة والعلاقة بينهما في حالة السنة البسيطة والكبيسة طيب هي كل الموضوع بيدور حول ال i وال s والكلام زي ما انت شايف كده يعني الموضوع بسيط وقوانينه بسيطة ان شاء الله النهاردة هناخد حاجة بسيطة جدا اسمها طريقة النمر لحساب الفايدة مش النمر النمر بس اشناها مش متشكلة بس ايه طريقة النمر دي انا راجل فجأة كده ربنا رزقني بالف ريال وروح تحططهم في البنك كويس كده يعني وبعدين الفين ريال الالف ريال دي مسلا بعد شهر والالفين ريال دي جات لي بعد شهرين والتلات تلاف ريال دي جات لي بعد خمس شهور مثلا حطت كل ما يبقى معي الفلوس ما بخليهاش في ايدي بحطها في ال ATM على طول او في الصرافة على طول وجيت فجأة قلت ان هسحب كل الفلوس دي مع بعض الله طب البنك بقى عايزي طب الفلوس دي اشتغلت والفلوس دي اشتغلت والفلوس دي اشتغلت عملت فوائد طب البنك يحسب لي ازاي بقى انا ليا كام على بعضه كده دي بقى منسميها مجموع الفوائد فهطلعونا طريقة ظريفة اسمها النيمر بدل من نقعد نحسب مثلا وانا حطيت عشر مبالغ هطلعي حسب اي وان لوحدها واي طول لوحدها واي ثري لوحدها بعدين نقعد اجمع طب ليه لا قال انت ممكن تحسبهم كلهم خبطة واحدة عشان الرياضة طبعا بتسهل لنا المواضيع مش بتبعترها يعني فمجموع الفوائد بتترب المعدل بتاعك في حاجة اسمها مجموع النيمر ايه هي مجموع النيمر بضرب كل مبلغ في مدته طيب القانون طبعا العلامة دي في الرياضة معناها سجمة او مجموع والاي يعني فايدة مجموع الفوائد بتسوي لو انا شغلي بالشهور هقسم المعدل على 12 ثم اضرب كل مبلغ في مدته كل مبلغ في مدته هكذا اي وان ان وان اي تو ان تو وهكذا طيب لو المدة بالايام هقسم الاي على 360 لو تجارية 65 او 66 لو صحيح واضرب برضو كل مبلغ في مدته طب نشوف كده مثال بسيط خالص على الموضوع ده بيقولك في مثال صفحة 59 اوه استثمر حاتم المبالغ الاتية الراجل ده استثمر بمعدل 12% 10 تلاف ريال حطوهم في البنك لمدة 50 يوم و 20 الف لمدة 100 يوم انا اعددلك هنا الايام 40 الف لمدة 200 يوم 25 الف لمدة 300 يوم طيب الراجل ده عايز يحسب مجموع الفوائد على تلك المبالغ وجهزات جملة المستحق لها باستخدام مرة الفايدة التجارية و مرة باستخدام الفايدة الصحيح يعني انا بدل معه ده احسب كل بدل ما احسب المبلغ الاولاني الواحدة اقول ايه مبلغ في معدل في مدة 50 يوم مثلا على 360 والمبلغ التاني الواحد والتالت صح لو عملتها كل مبلغ الواحدة وجمعتهم هتجيبت مطلوب لا بس احنا دلوقتي عندنا طريقة زريفة اسمها النمر تخلص الموضوع ده على طول اللي هي كالادي هو طالب ميني طبعا فايدة التجارية فايدة التجارية عشان اقسم على 360 والفايدة الصحيحة عشان اقسم عشان هي بالمدة بالايام طبعا عشان اقسم بقى على 65 او 66 حسب السنة اللي انا اشغال فيها طبعا انا اشغال سنة 2009 يعني سنة ايه بسيطة يبا انا اقسم على 365 يا شباب طيب القانون بيقول لي ايه المعدل 12% انا في الفايدة التجارية هقسم على 360 النمر اللي هي بنقصين دي هي دي اسمها النمر بضرب كل مبلغ في مدت واحد يقول لله انت كاتب 50 بس مش على 360 ما على 360 برا هي في الرياضة عندنا حاجة يا جماعة اسمها العمل المشترك فبدل مكتب 50 على 360 100 على 360 300 على 360 لا خدت 360 عمل مشترك برا وبدل مضرب الـ 12 كل مرة يبا هي عملية النمر دي اكني جبت كل مبلغ الواحدة وخدت مشترك برا عشان بستخدم الرياضيات يا جماعة في حل هذه الامثلة احسب بالله اللي حسب يبا القصدى يخلص الاول ثم يتضرب في 12% على 360 يطلع مجموع الفايد بحالة التجارية 6000 ريال طب في حالة الفايد الصحيحة اروح اسم بقى الـ 12 دي على 365 ليه؟ لان السنة بسيطة اضرب كل مبلغ في مدته كل مبلغ في مدته كل مبلغ في مدته كل مبلغ في مدته يديني 59 17 او 517 وثمانية وثمانية من عشر الله دي الفايدة الصحيحة اقل من التجارية ليه يا جماعة كده عشان الفايدة التجارية بتتقسم على 365 والفايدة الصحيحة بتتقسم على 365 ونفس المبدأ اللي قلته لكم ان دايما كل ما قل المقام كل ما قل المقام زي نص وافتكر نص وربع كل ما قيمة الكسر تكبر يبقى دايما القسم على الفايدة التجارية الديني رقم اكبر من الفايدة الصحيحة طب ناخد مثال كمان عشان نثبت الموضوع ده مثال يعني انا ايه بقى انا عارف ان الطالبها ما تحبوش لانها هيبتدي عدة ايام بقى فتح شخص لاولاد وحساب توفير بمعدل 8.5% فاذا علمت ان الشخص كما بالعملات الاتية الراجل ده عامل الاتية حط 20 الف يوم 3 مارس ده اودع وحط 50 يوم 3 ابريل وحط 30 يوم 3 يوليو وعايزين نحسن مجموع الفايد لو سحب الكلام ده كله يوم 3 ديسمبر ديسمبر ده شهر 12 يا شباب مارس ده شهر 3 ابريل ده شهر 4 يوليو ده شهر 7 بس في حاجة ظريفة في المسألة دي جدا لو حد راجت لاحظ معايا اتفقت ايام الاداع كلها كلها يوم 3 تلاتة تلاتة والسحب او اللي انا عايز احسب فيها الفايد يعني يعني بص هنا انا لاحظ كل النعمات تم يوم 3 في شهر كذا وفي شهر كذا وفي شهر كذا كلها تم يوم 3 يبقى السحب اجتب يوم 3 اتناشر يبقى اطرح المبلغ الاولاني بص نرجع للشريحة اللي فاتت المبلغ الاولاني كله تسحب في شهر 12 المبلغ الاولاني من شهر 3 للتناشر والتاني من شهر 4 للتناشر والتاني من شهر 7 للتناشر طيب يبقى اطناشر نقش شهر 3 شهر 12 نقش 3 يبقى المبلغ الاولاني مدته 9 شهور يبقى ما عدناش بالايام وهو الحمدلله عشان ما تضايقش واثناشر نقش 4 8 شهور واثناشر نقش 7 5 شهور طبعا العد بالايام ده مش يعني انا انا في رأيي مش مجال اجيبه في الامتحان يعني لانه يعني انت تقدر تعدي بالايام خاص من الامثلة اللي احنا شفناها لكن في الامتحانة تبقى بتلغبط وبيخشوة لكن انت تعرفها كايه كراجل بتتعامل مع مؤسسات مالية مش اكتر يعني يبقى احنا هنا المدة هتبقى بالشهور ليه لان انا ديتك ملحوظة من فيديوهين 3 كده قلتلك اذا اتفق يوم السحب ويوم الايداع او يوم القرد ويوم التسديد تحسب المدة بالشهور يبقى نقسم على 12 وعندها مغمضين على طول طيب يبقى انا عايز احسب للناس دي كلها الفوائد بتاعتها على بعض اضرب كل مبلغ من دول يا شباب في مدته الى 20 الف في مدته الى 50 الف في مدته طيب احنا حسبنا المدة دي 9 شهور دي 8 شهور دي 5 شهور كل مبلغ في مدته جبت النمر بنقصين اوه طيب المعدس يا شباب ما عايشي كان شكله غريب شوية 8.5% احولها الى 8.5 على 100 بالألحظ بقى تديني الرقم ده بص علامة زير يعني تتقري كده في الرياضة 85 من 1000 عشان كده انا اسمت يبقى تقسم دايما تشيل علامة المية واقسم على مية يبقى 85 من 1000 على 12 ليه على 12 للمدة بالشهور اخلص ده كله واضربه في 85 من 1000 هتلاقي مجموع الفوائد بتاعتك 570 طيب هو كان طالب مني هنا احسب المجموع الفوائد المستحقق دي المطلوب الاول جبناء اللي هو 570 واجمال الرصيد الله اجمال الرصيد ده يعني الاس الله طيب هو الاس دي كان بتساوي ايه طيب مش احنا كان عندنا الاس في المبلغ الواحد بساوي المبلغ زائد الفايدة لا ده انا ما عنديش مبلغ واحد ده انا عندي عدة مبالغ يبقى الاس بساوي مجموع المبالغ زائد مجموع الفوائد مجموع المبالغ اللي الرجل استثمرها لولاده يعني اجمع العشرين الف والخمسين الف ادي سبعين الف والتلاتين الف يبقى الرجل استثمر لولاده مجموع مبالغ مية الف ريال الله طيب مجموع الفوائد هو ده الدرس بتاعنا النهاردة اللي هو طريقة النمر اللي احنا حسبناها دي اللي هي خمس تلاف مية وسبعين وثلاثة وتمانين اروح جامع المية الف مع الخمس تلاف مية وسبعين دول يا شباب يدوني مية الف يبقى ايزا يعني بصوا الدرس ده جماعة هو ايه عارف احنا بنسميه ايه الهايبر بتاع يعني لو بستصمر مبلغ واحدة بضرب ايه في اي في ان لو بستصمر عدة مبالغ بروح بشتغل بالاي بس لو مبلغ واحد بشتغل بمجموع الاي لو عدة مبالغ وبشتغل بالاس مجموع الاي زائد مجموع الاي نفس القانون بس حطت كلمة ايه مجموع يبقى جيد مجموع المبالغ اجمع الخمسين والعشرين والسبعين الف ادوني مية الف يا شباب يبقى المية الف دول هما مجموع المبالغ اللي الرجل استصمرهم لأولاده ومجموع الفوائد دي هي النمر اللي انا حسبتها اللي هما خمس تلاف مية وسبعين تديني مية وخمسة الف ومية وسبعين وعلى فكرة الكشور دي حضرتك ممكن تقربها يعني دي فلوس بسيطة هلالات يعني انا بتكلم عن الامتحان طبعا في البنك ما تقدرش تقرب لان في البنك بيه فيه دقة شديدة جدا في المعاملات المالية لكن انت هنا في الامتحان ممكن تقرب تخليه عدد صحيح ما فيش مشكلة مش هتفرق معانا في الامتحان في الحاجات دي وبكده بفضل الله يكون انتهى الفصل الاول اللي هو يخص الفايدة والجملة وان شاء الله نلتقي في الفصل التاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته